النهاردة منتخابنا كمان وصل للكويت استعداداً لدخول في المعسكر أو المرحلة التانية من المعسكر المنتخب عشان يستعد لمباراة يوم 18 إن شاء الله خلي بالك بلجيكا لسه ما وصلتش بلجيكا هتوصل يوم 16 يعني بلجيكا هتوصل يوم 16 تتمرن 17 تلعب معنا 18 وانا الحقيقة من برح كده كنت بفكر في المطش ده شايف انه المنتخب قدوم فرصة كبيرة جدا يعني المنتخب الوطني وروي فيتوريا قدامهم فرصة عظيمة جدا أولاً على مستوى الجدية يعني على مستوى انك تاخد لقاء محمل الجد كافة المنتخب المصري أرجح كافة المنتخب المصري أرجح الناس دي بتلعب مباراة يعني على سبيل الاعداد لبطولة كاس العالم مش هتديها الفول باور مش هتديها المستوى الكبير من الأهمية أو الجدية وهم بعد أيام هتديوا مشورهم في كاس العالم بالإضافة طبعاً انه اللعيبة هتبقى خايفة عن نفسها جداً من الاتحامات خايفة عن نفسها من الاسبرينتات خايفة عن نفسها من أي نوع من أشكال الإصابة اللي ممكن يهدد مشاركتهم في البطولة بالإضافة لأنه في عامل نفسي بيقول وليه لا؟ ليه مصر ما تكسبش بلجيكا؟ ممكن جداً نكسب بلجيكا في المباراة اللي جاي ولو كسبت الماطش ده عرغم من أنه ماطش ودي يعني أنا هشوف أنه تأثيره أنه تأثيره الإيجابي وأنه هيكون دفعة كبيرة جداً لمنتخب مصر في الفترة اللي جاي تحت قائلات روي فيتوريا أنك تكسب في بداية مشوارك وإعدادك لتصفيات أمم أفريقيا منتخب كبير جداً بحجم المنتخب البلجيكي لما بتكسب إيطاليا لما بتعمل عرض قوي قدام البرازيل مستوى الثقة بالنفس والحلة المعنوية بتبقى في إيمانك بقدرتك وثقتك بنفسك على مستوى الفريق ككل وعلى مستوى الأفراد بيبقى في أعلى مستواته فأنا شايف أنه إن شاء الله أراهن يعني أراهن وأتمنى أنه منتخبنا إن شاء الله يعمل جيم كبير جداً قدام بلجيكا وقصة أنه حتى الناس يعني بص للكالندر أو الأجندة بتاعتهم الناس من سفرة وصلة كويت 16 هتتمرن يوم واحد بس 17 وتلعب معك 18 فيعني مش مديين المباراة الاهتمام اللي إحنا أكيد مهتمين أنا ما بنكرش إنهم ما كانواش هلعبوا مطش ودي قبل في فترة إعداد قبل ما يروحوا كسى العالم أكيد هي تجربة مهمة لكن أنا بقول المستوى الأهمية بالنسبة لنا أعلى بكتير جداً من المستوى البلجيكي كل التوفيق لمتخبنا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر